يبدو أن منطق السرمية يتعمم فبعد ما قولت الوزير السابق بقام وهاب المحكمة الدولية والسرمية تسوى عبارة جديدة يسجلها وكيل الوزير السابق يوسف فينيانوس المحامي توني فرنجية بحق المحاكم الوطنية فقال وبحضور رئيس غرفة قضائية ومساعدين قضائيين أنا بحكم العدلية بسرمية ماذا يحصل في أروقة قصر العدل؟ ولماذا هذه حفلة الجنون؟ بلغ ملف انفجار المرفأ قمة جديدة من التخبط القضائي إذ شهد قصر العدل تقديم وكلاء فينيانوس دعوة رد ضد القاضي المستشرة في الغرفة رأم 12 روزين الحجيلي كما تقدم الوكلاء القانونيون عن الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعوة مدعاد ضد القاضي طارق البطار إضافة إلى دعوة مدعاد آخرين ضد كل من القاضي ناجعيد وجنات حنة وهما قاضيين سبقا وأصدرا موقفا واضحا في عدم الاختصاص للبت بطلبات الرد المقدمة ضد البطار في المقلب الآخر دعوة وضع يد القاضي حبيب مزهر الذي تجاوز صلاحيته على الملف 69 وأصدر قرارا بكف يد البطار فتقدم محمول ادعاء عن الضحايا الأجانب بشكاوى لدهيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق مزهر بالتزوير الجنائي نظرا للأخطاء الجسيمة التي ارتكبها في قرار كف يد القاضي طارق البطار كما تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريدوا إصلاح النظام بشكوى مسلكية ضد القاضي مزهر أمام هيئة التفتيش القضائي كما وجهت بدورها نقابة المحامين في بيروت مراجعتين قانونيتين حول خرق مزهر للصلاحيات إلى كل من رئاسة محكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى وحصل ما كان متوقعا وكفت يد القاضي حبيب مزهر عن ملف القاضي البطار في التحقيقات منذ ستة أسابيع لا يمر يوم إلا وتقدم دعوة رد بحق القاضي البطار أو بحق من يدرس ملف رده من قضاة بالإضافة إلى مدعاة الدولة التي هي أمام محكمة التمييز العليا فالجنون بات واضحا عدة المدة عليهم السقطت كل الحجاج القانونية أمامهم وبدأوا بالاستعانة بالبلطجة